عندما تشمخ المهى بهيمة تتناغم أشجار القرن بمحوت وتدك ساعة الاقتصاد بالدقم لترى خيرات البحر في ولاية الجازر هذه ملامح شعار محافظة الوسطى الذي استلهم من قيمها رؤيا ورسم من معالمها خرطة وإيقونة لتكون المحافظة تراث وإنسان واقتصاد وثروة إنها الهوية البصرية الجديدة للمحافظة التي لشنت لتحقيق تنمية شاملة مستدامة في مختلف القطاعات الإعلان عن الهوية البصرية للمحافظة البواب الإلكترونية وتطبيقاتها نظام مكتبي وكما تعلمون بأن أنظمة التحول الرقمي تحتل أهمية كبيرة في مؤشرات رؤية عمال 2040 ومن أهم سب النجاح منظومة العمل وتؤكد الهوية البصرية الجديدة على أن ولايات المحافظة الأربع يربطها نسيج اجتماعي وتجملها القيم النبيلة والتنوع في الثروات والخيارات الطبيعية التي ستغد على قاطنها بالرخاء والازدهار تدشين الهوية البصرية للمحافظة وطبعا المحافظة هذه الهوية مستوحاة من ولاياتها الأربع ولاية هيما ولاية محوت والدقم وولاية جازر وكذلك تم تدشين اليوم البواب الإلكترونية للمحافظة والتي سوف تساهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط الأعمال سواء للعاملين في المحافظة أو للمجتمع وتدلل الألوان الموجودة في الشعار على أن لون الأصفر يشير إلى الرمال الذهبية الناعمة ومحمية المهل العربية بولاية هيما فيما يرمز اللون الأخطر إلى الإخترار والأرض الخصبة وشيار القرم في جزيرة تمحوت أما لون الأزرق فيدلل على الاقتصاد والمواد البحرية والصناعات الموجودة في ولاية الدقم فيما يرمز اللون الأحمر إلى الفنون والبحيرات الوردية كجزء من المكونات السياحية بولاية الجازر تحويل الأنظمة والإجراءات الحالية بعد تبسيطها إلى أنظمة رقمية تشمل كل القطاعات الموجودة في المحافظة البلديات والخدمات الداخلية والخدمات المقدمة للمواطنين أيضا كما تم تلشين البوابة الإلكترونية للمحافظة التي تشتمل على عدد من الخدمات للزوار والمستخدمين ومعلومات عن ولايات المحافظة إلى جانب أنظمة التحول الرقمي وتطبيقات الهواتف الذكية لسهولة إنجاز المعاملات ويأتي تلشين الهوية البصرية والبوابة الإلكترونية والعديد من الخدمات الأخرى لدعم الرؤى الاستراتيجية للترمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 محمد بن سعد العلوي من ولاية هيما بمحافظة الوسطى ترجمة نانسي قنقر